بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاروخ إيراني جديد هل يمكن أن يضرب القواعد الأمريكية في الخليج؟ للإجابة عن هذا السؤال كنوا معنا حتى النهاية أعلنت إيران أنها طورت صاروخ كروز بعيد المدى يمكنه استهداف الأعداء في المنطقة وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية والكان الصهيوني يبلغ مدى صاروخ كروز الجديد 1650 كيلو مترا وأضيف إلى الترسان العسكرية الإيرانية وفقا لما ذكره أمير علي حج زادة قائد القوة الجوية للحرس الثوري وأصدر القائد العام للحرس الثوري الجمعة الماضية بيانا أشار فيه إلى أن الصواريخ الإيرانية يمكن أن تستهدف القواعد الأمريكية بدقة عالية دون الخوض في مزيد من التفاصيل وذكر حج زادة تحديدا القواعد الأمريكية في الخليج والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية وأماكن أخرى باعتبارها عرضة للهجمات الإيرانية بينما يؤكد الخبراء الإقليميون أن الصاروخ قادر بالفعل على ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة فإنهم يسلطون الضوء أيضا على الردع الذي تملكه الولايات المتحدة الأمريكية في ترسانتها لتحييد مثل هذه التهديدات المحمولة جوا وقال جون كريزنيك الباحث في شؤون إيران بواشنطن إنه فيما يمكن للمنشآت العسكرية المزودة بأنظم الدفاع الجوي أن تسقط الصاروخ الإيراني فإن المواقع غير المحمية ستكون دائما في خطر وأضاف بالطبع هذا الأمر ليس بجديد لأن إيران لديها بالفعل صواريخ كروز وطائرات بلا طيار انتحارية أخرى قد تؤدي هذا الدور حتى هذا الصاروخ ربما كان دخل الخدمة مع الحرس الثوري الإيراني منذ عدة سنوات على الرغم من عدم إعلان ذلك أفضل ما يمكننا قوله إن هذا الصاروخ هو نسخة من الجيل القادم الذي ينتمي إلى طراز صاروخ القدس الذي نقلته إيران إلى الحوثيين في اليمن منذ عدة سنوات لذلك لا أعتقد أن هذا يغير معادلة الوضع الاستراتيجي بشكل حقيقي فيما يتعلق بالدور الأمريكي أو الكيان الصهيوني وفق تعبيره وقال حج زادة إن هذا الصاروخ الذي قيل إنه دخل نطاق الخدمة سمي تيمنا بالقوات الإيرانية التي قضت في معارك وقعت في المنطقة الشمالية الغربية في البلاد وتظهر اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية أن الصاروخ أصاب بدقة الهدف وهو ما يجعله يختلف إلى حد ما عن الصواريخ السابقة فالصاروخ الجديد يتمتع بأجنحة قابلة للطي وتقول طهران إن برنامج إيران دفاع بحث ويهدف لردع التهديدات المحتملة لأراضيها ومواقعها الحساسة ومع ذلك يقول الخبراء إنه حتى لو كانت الإدعاءات بشأن الصاروخ دقيقة فلن تؤثر بشكل كبير على الاستراتيجيات الدفاعية للكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية ويعتقدون أن إعلان إيران يهدف إلى تعزيز صورتها العامة ومواجهة الانطباع السلبي عن الحكومة على الصعيدين الوطني والدولي وسط مظاهرات مستمرة مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد ويوضح الدكتور عوزي روبين المؤسس والمدير الفعلي لمنظمة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الصهيونية أن الصاروخ الباليستي ينطلق عموديا بمحرك يتوقف عن العمل في النهاية ومع ذلك بسبب القصور الذاتي يستمر الصاروخ في التحليق إلى الأمام في المقابل يشبه صاروخ كروز طائرة صغيرة تعمل بمحرك نفاث ويطير مثل طائرة تجارية ولكن بلا ركاب وأضاف أن إيران أعلنت في السابق امتلاك صواريخ كروز قادرة على قطع مسافات أطول وقال زعموا بالفعل منذ أكثر من عشر سنوات أن لديهم صواريخ كروز يمكن أن تصل إلى مسافة ألفي كيلو متر وأضاف من المدهش تماما أنهم يقولون الآن أنهم حققوا نطاقا يصل إلى ألف ستمية وخمسين كيلو مترا بعد عشر سنوات من زعمهم أن نطاق صواريخهم قد بلغ ألفي كيلو متر على ما يبدو صواريخ كروز السابقة لم تكن ناجحة تماما انتقاما لمقتل سليماني وأكد حج زادة في خطابه لوسائل الإعلام الرسمية أن طهران لا تنوي استهداف جنود فقراء انتقاما لاغتيال الجنرال قاسم سليماني وكانت الولايات المتحدة اغتالت بتوجيه من الرئيس أنذاك دونالد ترامب وبالتعاون مع القيان الصهيوني قاسم سليماني في عام 2020 عن طريق غارة بلا طيار بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وتعد أعضاءها أهدافا مشروعة وأثار اغتيال سليماني قائد فيلق القدس غضب إيران وتوعدت حكومة طهران بالانتقام من الولايات المتحدة تدعم طهران القوات المسلحة في كل من سوريا والعراق التي غالبا تستهدف القوات العسكرية الأمريكية بهجمات بطائرات بلا طيار وهجمات بالمتفجرات في هاتين الدولتين الهشتين وقال حج زادة بمشيئة الله نتطلع إلى قتل ترامب يجب قتل بومبيو وزير الخارجية السابق وكينيث ماكينزي الجنرال الأمريكي السابق والقادة العسكريون الذين أصدروا الأمر لاغتيال سليماني أما عن برنامج الصواريخ الإيراني فقد ضخت طهران استثمارات كبيرة في الجيش لتطوير أسلحة وقوة عسكرية عالية الجودة لا سيما في برنامجها الصاروخي وسط اقتصاد يعاني من معضلات جمة بسبب العقوبات التي فرضتها أمريكا قطعت إيران عن المعاملات المصرفية الرقمية العالمية ووقف بيع الغاز إلى دول أخرى وعديد من الشركات بسبب الحرب الاقتصادية الأمريكية إذ تهدف واشنطن إلى الحد من قدرات إيران النووية وتصاعد قدراتها العسكرية في المنطقة وهو الأمر الذي ترى فيه الولايات المتحدة تهديدا لها ولحلفائها وعلى رأسهم الكيان الصهيوني لكن العقوبات لم تمنع إيران من تعزيز قدراتها النووية وقدراتها العسكرية الأخرى وكشفت إيران في وقت سابق عن أنها طورت صواريخ يمكن أن تصل إلى ألفي كيلو متر يمكنها ضرب الأهداف العسكرية الأمريكية والصهيونية وتهمت إيران مؤخرا بإرسال طائرات بلا طيار لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا من جانبها نفت طهران صحة هذه التقارير حول إرسال طائرات مسيرة بما في ذلك طائرات كاميكازي بلا طيار لروسيا مؤكدة أنها تدعم السلام وتعارض الحرب ولطالما حذر الكيان الصهيوني خصم إيران اللدود في المنطقة من تطور قدرات طهران العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط والأحمر التي يمكن استخدامها لدفع برنامجها النووي على صعيد متصل غالبا ما يستهدف الكيان الصهيوني الميليشيات المدؤومة من إيران في سوريا والقوات العسكرية لنظام بشار الأسد بما في ذلك المطارات والقواعد الجوية جاء إعلان الصاروخ الجديد بعد أن قالت تلفزيون الإيران الرسمي إن طهران من المرجح أن تساعد النظام السوري في الدفاع عن مجاله الجوي بأنظمة صواريخ أرض جو ضد الضربات الصهيونية تعمل الحكومة الأمريكية الحالية مع حلفائها الأوروبيين من أجل اتفاقية جديدة لمنع إيران من حيازة القنبلة النووية في ذات السياق نفذ الكيان الصهيوني وأمريكا أكبر مناورات عسكرية في المنطقة أطلق عليها اسم جونيبير أوك 2023 وهي رسالة واضحة ضد إيران وشملت التدريبات التي أجريت جوا وبرا وبحرا ستة ألاف وأربعمائة جندي أمريكي وألف وخمسمائة جندي صهيوني بحضور أكثر من 140 طائرة و12 سفينة بحرية وأنظمة دفاع جوي متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر